ترجمة نانسي قنقر 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 السلحي في بئر السبع صادقت الشهر الماضي على دعاوى الإخلاء المقدمة من قبل سلطة أراضي إسرائيل ضد أهالي قرية راس جرابا بهدف تهجيرهم حتى آذار القادم من أجل توسيع مدينة ديمون اليهودية وإقامة حارة جديدة على أنقاض القرية نحن اليوم أبوي وجدي وزمان نحن سكنين هنا وديمونة جت أستحلت أرضنا ويعني عسنا قدام في الثمين واربعين استحلوا هنا وهذه أرضنا وظلينا فيها أجداد جدادنا وما جينا عليهم أرضنا وأخذناه وتوسعنا عنهم قدام الأرض إذا أرضنا يدزونوا شوية قدام كيلو ونص ويطعونهم محل قدام نحن رحلين من هنا فهم وأننا يعني إذا نقول من أجداد جداد نحن هنا ويجب أن يطعونا محل وكل وقتنا كل مصالحنا في دمونا ليس معقول يشيلون وقررت مؤسسات المجتمع المدني في النقب عقد لقاءات مع سفراء الدول المؤثرة والتواصل مع المؤسسات الدولية وتكثيف زيارات التضامن والدعم لقرية راس جرابا ودعوة السلطات المحلية في الجليل والمثلث والنقب إلى تنظيم زيارات دعم وتأييد إلى جانب تنظيم زيارات وفود لمؤسسات حقوقية في إسرائيل والخارج